التحضيرات لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون إلى بيروت يوم الجمعة عرضها المنصق الخاص للأمم المتحدة بالوكالة في لبنان روبرت واتكنز مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي حيث أكد أن بان حريص على إظهار اهتمامه المتواصل والقوي بلبنان إن أحد القضايا التي سيناقشها الأمين العام للأمم المتحدة مع المسؤولين اللبنانيين تتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وأبلغت دولة الرئيس أننا نتطلع إلى إجراء محادثات مع أكبر عدد ممكن من القادة اللبنانيين فيما خص ضمان استمرار الاستقرار والأمان في لبنان إضافة إلى تأمين التزامات لبنان الدولية وكل قرارات مجلس الأمن زيارة بان المرتقبة حضرت أيضا في لقاء واتكنز ووزير الخارجية والمختربين عدنان منصور وعما إذا كان سيلتقي ممثلين عن حزب الله لفت واتكنز إلى أن بان سيلتقي كبار المسؤولين الرسميين إضافة إلى ممثلين عن المعارضة مشيرا إلى أن المراجعة الاستراتيجية لليونيفل لا تهدف إلى تخفيض عدد القوات المشاركة فيها وهي لا تزال قيد الدراسة ترجمة نانسي قنقر